لا يزال الرئيس عبد الرب منصور هادي يواضب على اعتلاء هذا المنبر منذ أن تولى مقاليد الرئاسة في اليمن أمور كثيرة جرت في نهر الأحداث اليمنية خلال رئاسته فمن التحول الديمقراطي على وقع ثورة شعبية عارمة إلى الحرب والانقلاب الذين استهدفا تقويض التغيير والنظام الجمهوري برمته سبعة سنوات صعبة عاشها اليمن وتخلى لها انقلاب على كل شيء الأمر الذي ازدادت معه الأوضاع تعقيدا رغم المؤشرات القوية على إمكانية تجاوز هذه التعقيدات وفقا للمراقبين فالثقل العسكري الكبير للتحالف العربي في معدلة الحرب ما يزال بنظر هؤلاء المراقبين يقابله تدخل إيراني فعال يدفع به الرئيس هادي ومن خلفه التحالف إلى صدارة الأسباب التي تعيق عقاد السلام في البلاد مؤشرات التدخل الإيراني لا تخفى على أحد فصواريخ إيران بدأت تصل إلى أبعاد نقطة وتهدد باستهداف المزيد في المملكة وأبوظبي ما يعزز من مصداقية الحكومة حيال خطورة دور إيران الذي استطاع أن يغير المعنى الحقيقي للحرب في اليمن أنه حتى ليس انقلابا بالمعنى المتعارف عليه للانقلابات التي تحدث في الدول فالرئيس هادي أكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن ما جرى في بلاده ليس انقلابا فقد تجاوز هذا الانقلاب الصورة النمطية للانقلابات العسكرية التي تحافظ على الدولة والمؤسسات إلى حالة اجتثاث كاملة تمارسها الميليشيات الانقلابية لكل مؤسسات الدولة بل يتعد ذلك إلى خلاف حول الخلفية الاعتقادية والفلسفية ومنظومة القيم المشتركة خطاب الرئيس هادي تناغم مع المزاج الأمريكي الذي يصاعد في وجه إيران على خلفية الموقف السلبي للرئيس ترامب من الاتفاق النووي والاتهامات التي تكيلها إدارة لطهران بدعم الإرهاب في المنطقة على هامشي مشاركته في أعمال الجمعية العامة حافل جدول الرئيس هادي بالعديد من اللقاءات والمقابلات أحد هذه اللقاءات كان مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعي الولد الشيخ الذي أفاد قبل ساعة في بيان مقتضب أنه أجر لقاء مطولا مع الرئيس هادي عرض خلاله تفاصيل الاتفاق الخاص حول الحديدة جهد لا يزال يروح في مكانه خصوصا وأن الحكومة أبدت موافقتها على الاتفاق في وقت سابق فيما لا يزال الإنقلابيون يعترضون على مجرد النقاش حوله مع المبعوث الأممي